يحكوا لي مثلاً بعض الأفاضل ضباط الحارس الجمهوري يقسمون بالله على أن الهدايا اللي تتقدم اللي يبنع لي 87 عام هذا اللي يعين روحه فريق أول وللجنرالات اللي معاه أنها هدايا لا توصف أنه كاي الناس يجوا بسيارات باش يديقراد مثلاً كورونيل حاب يطلع عميد سيارة متع هدايا طبعاً كاي اللي يخفف على روحه ويجيب ما خفى ثمنه يعني يجيب قضايا شكارة هاكذا يجيب بليزة تعفلوس ولا تعروات ولا تع يجيب شكارة يمدها ممكن 50 ألف أورو 100 ألف أورو لا تستغربوا رأي كثير من القرادات توصل مرات تتباع القراد تعليميتار الفوق تعليجينيرو خاصة والليجينيرو ماجور وصلوا وين يتباعوا بنص مليون أورو نص مليون أورو فيها تبازنيس حتى الليجرات فيهم تبازنيس بطبعة الحال لأنه من بعد تعطيله نفوذ كبير إضافة إلى الصلاة بمجرد أن يصل واحد منهم إلى جينيرال ماجور يدخل في طبقة هي فوق البشر فوق البشر يعني بكل امتيازات اللي عنده الصلاة هذا كتاعة 90 مليون 100 مليون مهموش نهائيا يعني لا لا هي أشياء أخرى وامتيازات أخرى هائلة وبالتالي هو يستثمر نصف نحن شفناهم برلمانيين شراءوا لديبيتاسيون كما يسمونها شراءوا المقاعد تاهم باعترافهم الآن طليبة مثلا وولاد ولد عباس ومن بين اللي رأهم يحاسبوهم عليها على هذه إنهم كانوا يبيعوا المناسب البشيرو يدخلوا البرلمان وحتى هذا البرلمان الأخير اللي تكلموا عليه الآخرية واللي الشاب عطاهم فيه صفعة رهيبة بيعوه كثير منهم شراءوا للمنصف طيب المنصف يشريوه بخمسة مليار ستة مليار عشرة مليار سنتين أو فيه اعترافات طليبة مليح لو كانت تبعوها كان دارها قبل شهرين ولا ثلاثة جابوا شوية واشقال ما جابوهش كل شي الناس تشريه في المنصف عشرة مليار طيب هو يدي ربعين مليون حتى كي قد خمسة سنين يعني بصعوبة باش يجيب العشرة مليار لا هي القضية مش ربعين مليون اللي يديها هو التيتر اللي يديه برمان هذا کیتري يفتح له آه لعلاقات مع الوزراء والعلاقات مع الولات والعلاقات تع تبزنيس والعلاقات تع الشركات والعلاقات فإذا ادفع عشرة مليار رو دير في حسابه باش يجيب في النهاية الخمسة سنين ألف مليار هذا هو استثمار وإذا ادفع خمسة مليار رو دير في حسابه باش يجيب على الأقل ربعمية ولا خمسمية مليار إضافة إلى النفوذ وإلى السيارات وإلى العلاقات وإلى الاتصالات وإلى المتاع وإلى الشهوات وإلى أشياء أخرى كثيرة فالبلاد خلات لم يعد الوصول لا في مناصب عسكرية ولا في مناصب برلمانية ولا في مناصب مدنية ولا إدارية ولا لم تعود القضية كفاءة مستوى مهنية لا لا أصبحت قضية المعارف وشكاله ومارات يزلها أشياء أخرى معهم إذن باش نرجع فحدثتني السيدة باش تقول لي باللي الناس راي تعاني ياليت وأنا من هنا نوجه نداء في الحقيقة الخوتنا لدونتيس والأطباء والسبيسياليس كل الناس اللي عندها مهن حرة والمحامين أرحموا خوتكم أنا عارف وأنا متأكد أن دايما كان الناس اللي يقوموا بالخير بلا ما يقول لهم الناس عليه لكن مليح أن أنا نذكروا خوتنا أرحموا خوتكم أرحموا الفقراء والبسطاء اللي مش قدري اللي فمه طايح إذا رك تخدم بمليون أخدم له بنص وإذاك تخدم بخمسمائة ألف أخدم بمئة ألف ومرة مرة أخدم باطل على الأقل صدق عليك للأسرة لأمواتك ربما أنت تموت وتخلي فعل خير وراك واحد يدعي لك بالخير خدمت له في أمو أو علجت له أمو أو درت له حاجة يعني إخواني في هذه الظروف العصيبة يجب لكل الناس اللي عندها إمكانيات باش تعاون تساعد خاصة أنا أصحاب الميهن الحرة وأصحاب يعني ما شاء الله يعني مداخلكم مقارنة مع الشهار ومع اللي يخدم جورني رهي لبس بيها يعني معتبرة ففعلوا الخير وما تفعلوا من خير فلن تكفروه كل ما تفعلوا من خير تجدوه تجدوه في الدنيا قبل الآخرة تجدوه داووا مرضاكم بالصدقات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات حدثني مرة صديق وأعرف أنه من أصدق الناس قال لي والله ما زر الطبيب عشرين سنة قال لي كانت نيتي عميقة بأن عندما أتصدق هذا يمنع عني أمراض ويمنع عني أحداث أنا لا أقول بتوعية الحال إذا كنت مريض رح تتصدق ورح تبرأ لا تصدق تقدر تبرأ إذا نيتك مليحة لكن أيضا تاخذ بالعلاج وتروح تشوف تبيب وتشوف الدواء هذا مهم لكن الإضافة ليها هو أنا كذا تصدقت فإن الله يمنع عنك أشياء كثيرة أخرى خاصة رأيت أصلني رسائل من عند خوتنا وأخوتاتنا خاصة لما تصل من عند النساء تقولوا آرامي اللي معناش أولاد والله أتألم جدا لكن للأسف يعني أقصى ما نستطيع لنا نقوم به هو أننا نوجهه بعض ما يصلنا من خوتنا أو اللي عندنا نوجهه لبعض الحركيين اللي راهم في السجون لبعض أقول لبعض خاصة مع هذا الوقت اللي راهم يخوفوا في الناس قاع إلى آخره إلى بعض الحركيين في السجون أو إلى بعض أسرهم اللي كان 6 شهر 8 شهر ما عندهمك مدخول لأن الأب اللي كان يصرف أو الأخول اللي كان يخدم أوره بعصابة سجناته وبالتالي من هنا أتقدم بخرال سعتذالي لإخواني اللي مرات يقول لك والله ما عنا باش ندخلوا المدرسة الأولاد والله عاونونا نشروا اللبسة الأولاد عاونونا باش نوصلوا نكروا نكملوا الشهر للكرة عاونونا والله لا نملك مال باش نعطوه لكم يا إخوان والله لو ملكنا المال الحقيقي باش نعطوه لكم لا اقتصبناه معاكم ما هو موجود هو الحد الأدنى يعني يعني بعد 26 سنة أنا ما زلت أقيم في شقة مؤجرة كان ممكن أني لو تلهيت بالتجارة وتلهيت كثير كنت مكاش واحد يبذي المجهود في الغرب وما يقدرش يشري دار ولا حتى زوج وما يقدرش يشي سيارتين أو ثلاثة وما يقدرش يدير كذا ما كانش يكفي أن يكون عندك ذكاء معين أو محدود حتى المهم يوعد عندك تكون إنسان منظم تكون إنسان حارس تخدم تبذل جهد هنا الفرص متاحة والحقيقة من بين الأشياء الكبيرة اللي هرب فيها الغرب علينا بعيد ما يسمى تساوي الفرص أي أن الفرص مفتوحة للجميع انتوا قدراتك قدراتك الفكرية العقلية الذكاء المستوى الخبرة إلى آخره ولذلك وجدنا مثلا هذا اللي يملك اليوم مثلا على سبيل المثال الفيسبوك اللي قيمته اليوم أكثر من ألف مليار دولار مجيش من أسرة غنية كان عادي يعني أسرة عادية ولا هذا تعامازون اللي قيمته أكثر أكثر بكثير من ألف مليار دولار ولا انتع انتع ميكروسوفت بيل جيت يعني الأغلبية العظمى الآن كبار الأغنية لم يأتوا من أسر غنية ولا هذا تع تيسلا تع شركات الكهربائية إلى آخره هذا في الغالب جوا من أسر عادية وأحيانا فقيرة في الغرب لكنهم وصلوا لأنها موجود فكرة هذا لا يعني أنه لا يوجد داخل الغرب لا يوجد طبقية لكن في الحد الأدنى في هذه البلاد لا يموت واحد لأنه لا يوجد أكل ولا يوجد واحد لأنه لا يوجد أن يشري الدواء ولا يوجد واحد من البرد اللهم إلا لصنزابري كما معروفين يعني الناس اللي ما عندهم سكنات وهذا حساباتها كثيرة في الغالب في الغالب يكونوا مرات أعطاهم سكنة أو اثنين أو سرات خصومات بين الأسر أو واحد من الأب كان ألكوليك أو فيحدث عندهم هذا لكن هذه استثناءات قليلة جدا في هذه البلدان وهي بلدان رأسمالية وطبقية كاين حد أدنى لا يسمحون بالنزول تحته وهو أن الناس يجب أن تأكل ولو الحد الأدنى يجب أن تلقى مكان تنام فيه ويجب أن تكون عندها القدرة باش تعالش وبالمناسبة يعني العلاج هنا اللي ما عندهمش مداخيل كافية العلاج باطل كي سبيسياليست كي دونتيست كي دواكي كل شيء باطل رأنتكلمه على بريطانيا قلب الرأسمالية وقلب الليبرالية حتى في فرنسا وفي ألمانيا في الحقيقة هناك أكثر حاجات أكثر بكثير طبعا أنت تسمع في الزيت البلد الوحيد اللي يمد الديار ويقسم ديه مش صحيح البلد الوحيد اللي فيه العلاج مجاني أولا العلاج مش مجاني في الجزائر في كثير من الحالات مش مجاني ثانية مش صحيح كل الغرب تقريبا العلاج مجاني لمن لا يستطيع أن يدفع بل أن هنا في بريطانيا مثلا زيارة الطبيب مجاني للجميع غني أو فقير يملك مليارات أو لا يملك دينارات أما الدواء فهو مجاني للناس الفقراء والمتوسط حال إلى آخر بعض الظروف معينة والأغنية يدفع مبلغ محدد لا يتجاوز الآن دولار في حدود 9.5 9 جنيهات ونص حتى لو كان يكون الدواء بـ 5000 جنيه يدفع 9 جنيهات ونص فقط أما السكن فهنا في هذه البلاد ملايين يسكنون بدون أن يدفعوا سنتيم واحد إذا ما كانش عندهم دخل أو دخلهم محدود جدا ملايين فهذه الأكاذيب اللي يجيبوها هذه المليح مرة 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 ما جاء ما دمجات الفرصة نكسروا جزء منها إذا أنا عود فقط وأقول لي إخواني أينما كنتم أطباء دونتيست تجار نجار أرشيتيكت ويرك تخدم مع الناس خاصة المهل الحرة محامي نونتير عاونوا خاوتكم عاونوا خاوتكم وركم تشوفوا الكورونا كما دات رجال ونساء أخيار وغير الأخيار وبعضهم كان يظن أنه ربما سيعمر ويطول عمره واصرفه وبناه وعايش وشاره سياراته ولكن جاءت الكورونا وداته وداته على حين غفله ما عاش إنسان اقتش يموت لا اقتش يموت ولا إنه يموت وإنما المسارع إلى فعل الخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكم أسعد بها حديث لهذا الحديث لما نسمعه أحبكم إلى الله أنفعكم لعباده واعتقد في رواية أخرى أقربكم إلى الله أنفعكم لعباده ما قالش لعباده المسلمين ولا لعباده المؤمنين قال لعباده في المطلق للإنسان أي إنسان أي إنسان شو بديك العظمة طبعا الإسلام مشوه تشويه كبير جدا المجموعة لمجموعة أسباب بعضها راجع للمسلمين وبعضها راجع لأعدائهم وبعضها لأشياء كثيرة للحكام لكن لما تقف أمام حديث مثل هذا قمة الإنسانية قمة العلو أحبكم إلى الله أو أقربكم إلى الله يوم القيامة أنفعكم إلى عباده بل حتى النفع للحيوان أنت تقترب من الله عندما تنفع حيوان ترجمة نانسي قنقر